يوم نتكلم على صحة على بعض الاثترابات اللي راح تأثر سلبياً على الصحة ووجود هذا الطفل في الطفل ولا طفلة موجود في المجتمع وبالآخص يكون عنده صحة جيدة لأن هذا الطفل صغير ولا هذه الطفلة صغيرة هي الرجل ولا المرأة في المستقبل شغل هذه الصجراء اللي تطلح إن شاء الله قوية لاحظنا ما حال من الخطر الأمهات يجي ويلحظه يقول لك الطفل ما عندوش نتائج مرضية في المدرسة الطفل مقلق مقلق بزف الطفل مئمية ما يزغط شي دايماً فشلان دايماً ومصفار وما شي ناشط هذه الأمهات يلاحظوها في أغلبية الحالة حاجة بسيطة هذه الحالة اضطراب ما نقولش مرض ما نقول اضطراب اللي ننجمون نتفاداوه وما تنساوش باللي هذا الحصص نبلغو لكم إن شاء الله معلومات اللي يسمحونا ويسمحو لكم بها تتفاداو المرض وبعض الحالات ونحن نرى نهنال هذا الشي نفسروا لكم لماذا هذا الوضعية كنت كن قولكم باللي حياة اليومية تاع الطفل ولا الطفلة الصغيرة راهي تكون مثلاً في المدراسة في صحته في النشاط تتاعه في هذا الأم تلاحظ بأن وليدها ولا بنتها ما هو شي حالة لبس بيها هذا الوضعية هذه بسيطة جداً رغم رغم اللي تنجم متأدي اللي خطورة كبيرة هما ما يسمى بالعامة تاعنا الدود الدود في الفاضلات تتاعه وسمحو لي نقولها بالدرجة الدود في الوسخ تتاعه هما اللي يسكنوا في المصران دوكم نفهمكم مع له يسكنوا يسكنوا في المصران التاع الطفل ويبدوا يتمصوا له يتمصوا يشربوا له الدم متاعه كيشربوا له الدم متاعه راه الدم الكمية اللازمة لذاته راه تنقص بأن الدود هو اللي يسرط له هذا الدم لهذا الشأن تسيبوه تعبان تسيبوه فاشل وبالأخص عنده آنيميا آنيميا هي فقر الدم مفضلكم السبب الرئيسي تاع هذا الدود هو النظافة النظافة أول الشخصية نقطعوا تفورتين نقصوا تفورتين تاع الطفل نيخسل يده نعلموه كيف يخسل يده ونوصي هذي عادة هذي سنة عند الأطفال هذا يبوس هذا وهذي عند نغلاظ وهذا يطل الحلوة تاع هذا وقع الحادري لازم نرد بالنا ما يكون هذه الوضعية لأن ينجم يتنقل الدود من طفل إلى آخر وتراقبوا واتصلوا بالطباء اللي موجودين في الوحدات المتابعة والكشف المبكر ديروا تبادل لازم اتصال يا للأسف الآن ما راهوش بصحة جيدة ويعني فيه فعالية كبيرة لازم ندعمه واتصلوا يا أمهد بالطبيب بتاع المدرسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته